يسعد صباحكم مشاهدي صباح الخير يا وطن بأبرز وأهم ما جاء في صحف الإمارات المحلية وصحف الخليج بعددها صادر ليومنا هذا مع بداية أسبوع جديد يوم الأحد ونفتتح صباحنا من جريدة الاتحاد الإماراتية لنقرأ من أصطحيفة رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكم العام لاتحاد ساند كيتس وينيفس باليوم الوطني وأيضا نقرأ محمد بن راشد يعتمد حزمة تعينات جديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية وحاكم رأس الخيمة يصدر قانون الدراجات المائية محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا جهود دعم السلام في المنطقة حول هذا الخبر نقرأ من الجريدة تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس تلقى اتصالا هاتفيا من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة بحث من خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبول تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة كما ناقش السمو وهو الرئيس الفرنسي خلال الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وأيضا جهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة وتطرقا في هذا الصدد إلى أهميات معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات ودولة إسرائيل في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وأيضا تحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ولمستقبل المنطقة أيضا ما زلنا في جريدات الاتحاد ونقرأ وزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد-19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول قام مع علي عبد الرحمن بن محمد العويس ووزير الصحة ووقاية المجتمع قام بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وقال مع عليه إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة موضحا أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحات كوفيد-19 وأيضا الحفاظ على الأرواح يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحتها أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة أعمالهم الآن مشاهدين ننتقل إلى جريدة البيان الإماراتية وأبرز ما جاء فيها على الصعيد العالمي والعربي نقرأ من الجريدة وسائل أعلام أمريكية تؤكد إحباط محاولة لتسميم ترامب وحول هذا الخبر وتفاصيله شبكة CNN الأمريكية ذكرت يوم أمس السبت أنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الرسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب من قبل سلطات إنفاذ القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع ونقلت الشبكة الأمريكية نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون المكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة الصرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الرسين السامة وعتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الرسين بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وجرى فحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض ما هي مادة الرسين؟ مادة الرسين هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في العمليات الإرهابية ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخانة وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلة والموت بنهيار الدورة الدموية حول أخبار المملكة السعودية نقرأ من الجريدة إصابة خمسة مدنيين بمقذوف حوثي على جازان حيث صرح المتحدث الإعلامي لمديرية دفاع المدني بمنطقة جازان السعودية العقيد محمد بن يحي الغامدي صرح بأن المديرية تتلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكريا أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه أحد القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان ونتج عنه تضرر واجه أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني وتضرر ثلاث مركبات مدنية وإصابة خمس مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشضايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية الآن مستقرة كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات الآن مشاهدين نقرأ عنوين من جريدة الخليج الإماراتية ونقرأ من الصحيفة مباشرة ثبتت تقييمات المصارف والهيكل الاقتصادي واستقرار العملة الإيكونوميست تؤكد أن اقتصاد الإمارات بدأ مسار التعافي وأيضا نقرأ المنافسة تستعر على عملاء القروض مع شح الطلب وسطاء ائتمان يلاحقون التاجت على حساب أخلاق المهنة وابنطوق يبحث مع رئيس أو وزير التجارة الأمريكي أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وجوجل تؤكد أن 68% هي نسبة نمو البحث عن السياحة الداخلية في دولة الإمارات في فصل الصف الآن مشاهدينا ننتقل إلى صحف الخليج وتحديدا صحيفة الأنباء الكويتية لنقرأ أبرز ما جاء فيها على مستوى أو حول أخبار حول العالم أمل على مدين تترك منصبها كمبعوثة لبريطانيا احتجاجا على انتهاك القانون الدولي حيث استقالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل على مدين من منصبها كمبعوثة بريطانية خاصة بحرية الإعلام احتجاجا على اعتزام البلاد لانتهاك القانون الدولي في تشريعات متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصاغت الحكومة البريطانية مشروع قانون أقرت بأنه سينفحك التزاماتها القانونية الدولية ويقوض أجزاء من اتفاق الخروج الذي وقعته قبل مغادرتها رسميا للاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن مشروع القانون ضروري لمواجهة التهديدات الصخيفة على حد قوله من جانب بروكسل لكنه تسبب في استقالات وتهديدات بالتمرد من جانب أعضاء في البرامان وهو تم تفاديه فيما يبدو بعد التوصل إلى حل وسط وقالت أمل علام الدين وهي زوجة الممثل جورج كلوني في رسالة إلى وزير الخارجية دومني كراب قالت من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك معاهدة دولية وقع رئيس الوزراء قبل أقل من عامه وأضافت في رسالتها هذا يثير خطر تشجيع الأنظمة الاستبدادية التي تنتهك القانون الدولي بما له من عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم